السؤال الأخير ما حكم التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم وبضريحه أو سياج ضريحه وكذلك الكعبة والستار الذي عليها بالنسبة للبركة هي أمر غيبي خفي ونحن نعلم أنها موجودة ولكن لا نراها ولا نشم رائحتها ولا نذوق طعمها ولا نلبسها وإنما نظن وجودها في بعض الأمور وأيضا ما جاءنا به الوحي ما أثبت الوحي له البركة اعتقدنا فيه البركة كماء المطر الذي قال الله به وأنزلنا من السماء ماء مباركة وكالبيت الحرام الذي قال الله به إن أول بيت مضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين وكرسولنا الكريمة صلى الله عليه وسلم فهو مصدر البركة لهذه الأمة فما نالت هذه الأمة شيئا لله من بركته ولذلك نتبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل ما مسه جسده أو بكل ما بصق فيه أو بشعره بأظافره بلباسه بسلاحه بفراشه بكل شيء مسه صلى الله عليه وسلم مس جسده أو بصق فيه أو مسح عليه أو بغير ذلك كل ذلك مما يجز التبرك به إجماعا والإجماع منعقد على التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما مسه أما اليوم بعد انقطاعي كل تلك الآثار لا يوجد منها إلا أشياء قليلة جدا وما سواها لا يقطع بصدقيته وثبوته فإن التبرك به إنما هو تبرك بما جاء به بهذا القرآن وبالسنة التي جاءت جاءت من عندي الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو المتاح لدينا أما قبره صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع لسان الوصول إليه وما سئل عنه من الشباك الشباك بعيد من القبر وإنما هو بناء حدثه بعض الملوك المتاخرين وليس على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قبره ليس مباشرا لجسده إلا ما كان منه بالداخل وهذا لن تصل إليه فإنما تنال حظك من بركة النبي صلى الله عليه وسلم الآن بما تحصله من ميراثه وبالكتاب والسنة الله يوفقنا وإياكم لكل خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر